اشتركوا في القناة وفي حالتها النفسية وذلك بسبب اضطرابات الهرمونات وتغيير نسبتها في الجسم لذلك تنصح جميع النساء الحوامل باتباع نظام غذائي حافظ على صحتهن النفسية والجسدية وأحد الأطعمة التي تنصح الحوامل بتناولها هو الموز وذلك بسبب الفوائد العديدة التي يعود بها على الجسم والتي سنرضحها لكم في هذا الموضوع فوائد الموز للحامل في الأشهر الأولى التخلص من حالة الغثيان والضعف العام والتي تلازم الحامل في فترة الشهور الثلاثية الأولى من الحمل وذلك لأنه يعمل على علاج هيجين المعدة واضطرابها يحتوي الموز على كمية كبيرة من الألياف الغذائية والتي من شأنها أن تخلص من مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي والتي تتمثل في الإمساك وعسر الهضم أو الغازات المزعجة حيث إنه يعمل على تليين المعدة وتسهيل حركة الطعام في الأمعاء ومن الجدير بالذكر إن مشاكل الجهاز الهضمي هي الأكثر شيوعا عند النساء خلال فترة الحمل تحقيق التوازن العاطفي والنفسي وبث الشعور بالسعادة والفرح كما أنه يقضي على الكآبة والتوتر الذي قد يسيطر على المرأة الحامل ويرجع السبب في ذلك إلى احتواء الموز على بروتين الترايو وتوفان والذي يعمل بدوره على تهدية الأعصاب وإرخاء الجسم هذا عد عن قيام الموز بتنظيم نسبة سكر الجلوكوز في الدم وإمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات وأهمها فيتامين باء الذي يسكن الألام ويحسن المزاج من المعروف أن الرغبة في تناول الطعام تزداد عند غالبية النساء الحوامل مما يجعلهن عرضة لاكتساب الوزن الزاد أو البدانة وبالتالي فإن تناول الموز يؤدي إلى الوقاية من هذه المشكلة وذلك لأنه يمد الجسم بنسبة عالية من القربوهايدرات بالإضافة إلى الفيتامينات والتي تعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم وتقليل الشهية لا تقتصر أهمية الموز على المرأة الحامل فقط بل تمتد إلى الجنين أيضا حيث أنه يعمل على تغذيته وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأملاح المعدنية مثل الفسفور والبوتاسيم بالإضافة إلى الفيتامينات مثل فيتامين ألف وفيتامين باء هذا عدى عن البروتينات والكربوهايدرات والتي تفوق بنسبها وتلك الموجودة في التفاح أو الفواكه الأخرى تعديل نسبة الحموضة في المعدن وعلاج مشكلة ارتجاع الحامض إلى المريء موازنة درجة حرارة جسم المرأة الحامل ودرجة حرارة جنينها تنظيم ضغط الدم في الجسم بالإضافة إلى تنظيم عدد ضربات القلب وبالتالي الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والذلك بسبب احتواء الموزع على عنصر البوتاسيوم والذي يقلل من نسبة الماء والأملاح المخزنة في الجسم والمسببة لمشكلة الضغط أترككم في رعاية الله وأمنه ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركة المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل مفيد جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة